أفدى استطلعوا للرأي العام أجرته رويترز أبسوس بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتصدر قائمة السعين للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لسبق الرئاسة في عام عشرين أربعة وعشرين في حين جاءت المرشحة المعلن عنها حديثا نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة والحكمة الحالية لولايات ساوث كارولاينا في المركز الرابع بلغت نسبة التأييد لترامب من الجمهوريين المسجلين في الاستطلاع الجديد الذي تم إجراءه في الفترة بين السادس وثلاث عشر من فبراير الجاري ثلاثة وأربعين بالمئة بينما قال واحد وثلاثون بالمئة أنهم يؤيدون حاكم فلوريدا رون دي سانتس وأربعة بالمئة فقط اختاروا حاكمة ساوث كارولاينا السابقة نيكي هيلي التي أعلنت ترشحها في وقت سابق من اليوم شارك في استطلاع رويترز أبسوس 1465 من الناخبين الجمهوريين المسجلين ومن المتوقع أن يترشح دي سانتس للرئاسة ولكنه لم يعلن عن نياته القيامة بذلك وحصل نائب الرئيس السابق مايك بانس والذي يدرس أيضا الترشح على سبعة بالمئة من دعم الجمهوريين فلستطلاع